تحتفي تركيا اليوم بذكرى مرور عام على محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس التركي رجب طيب أردغان وحزب العدالة والتنمية قام فيها ضباط متمردون بحرق مبانا وفتحوا النار على مدنيين التفاصيل في هذا التقرير تمر اليوم ذكرى الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا والذي توالت أحداثه في فجر مثل هذا اليوم قبل سنة حيث أقدمت بعض القطاعات العسكرية التركية على محاولة الإطاحة بالحكومة التركية المنتخبة لحزب العدالة والتنمية بزعابة الرئيس رجب طيب أردغان ويؤكد فشل الانقلاب انقضاء عصر الزعامات العسكرية وفقدانها شرعية القبول في مجتمعات عصرنا الرهن حيث أثبتت أحداث انقلاب الخمس عشر من تموز في تركيا أن تصدي الشعب التركي للانقلابيين كان هو العامل الأساسي في فشل هذا الانقلاب بعد أن فشل الانقلابيون في استهداف شخص رئيس الجمهورية كما أثبتت الوقاعة التي تكشفت لاحقا ولو كان الانقلاب قد حضي بشعبية حقيقية لكان من الصعب على رئيس الجمهورية وقواه السياسية الوقوف بوجهه حتى بعد نجاحه من محاولة استهدافه الشخصية وقد أثبتت القوى السياسية التركية مرحلة ناجحة في وعيها السياسي من خلال رفض آلية الانقلاب رغم معارضات بعضها لنهج الرئيس رجب طيب أردوغان والذي تجلى بكل وضوح في نتائج الاستفتاء الأخيرة على تعديلات الدستورية التي وجريت بعد فشل المحاولة الانقلابية فهل هذا يعني أن تركيا قد استطاعت أن تضوي صفحة الانقلابات العسكرية إلى الأبد وتدخل مرحلة تداول السلطة عبر الآليات الديمقراطية حصرا أم أن التاريخ التركي لن يخلو من ضابط مغامر تداعب كراس السلطة مخيلته